موسيقى غدا انطلاق جالسات الاسبوع السادس للحوار الوطني وتشجيع حرية التعبير ابرز المحاور رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات وموسكو تؤكد ان الجيش سيدمر قذائف اليورانيوم الامريكية فور وصولها الى اوكرانيا وزلينسكي يعلن تقدم بلاده في هجومها المضاد السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرانيش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى 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 تستمر مسيرة الحوار الوطني في اثراء الحياة السياسية في مصر وبعد الخروج باولى توصيات المرحلة الاولى ورفعها لرئيس الجمهورية تنطلق غدا جلسات الاسبوع السادس تحت شعار واحد وهو المساحات المشتركة بين الجميع موسيقى إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لدي بأن أمتنا المصري تمتلك من القدرات والإمكانية التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات موسيقى الذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى موسيقى تنطلق غداً الأحد جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات بمدينة نصر ومن المقرر أن يخصص أول يوم للمحور السياسي بينما يخصص يوم ثلاثاء الموافق الخامس من سمتمبر للمحور الاقتصادي والذي سوف تناقش فيه لجنة التضخم وغلاء الأسعار على مدار جلستين ارتفاع الأسعار وسبل تقليل العبء على المواطن كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة على مدار جلسة واحدة بداء الأخفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي بالإضافة إلى أن لجنة الصناعة ستناقش على مدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة على المدين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشهد منتدى الشباب العالم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى الشباب العالم في شرم الشيخ واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الأراء قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وإلمامهم بالعمل لمتعدد الأطراف ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم من جهته أكد السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أكد حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية أكد رئيس مجلس نواب الليبي قيل صالح ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمته الأساسية إجراء الانتخابات جاء ذلك خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لسيما الجهود المفدولة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لأعداد القوانين الانتخابية 6 زائد 6 من جانبي أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إنه لابد من بدل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبية لرغبة الشعب الليبي أعلن رئيس مجلس السيادة السودانية عبدالفتاح البرهان ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة أعمار البلاد وأكد البرهان رفضه للإملاءات الخارجية مضيفا خلال زيارته لولاية كسلة أن الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد بشكل كامل وأن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد على الحاجة إلى وجود جيش محترف جدد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لرئيس النيجر محمد بازوم وأكد ماكرون أن فرنسا لا تتخذ أي قرار بشأن النيجر إلا على أساس التبادل مع الرئيس النيجري مازوم الذي احتجزته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في البلاد شدد الرئيس الفرنسي على أن المجموعة العسكرية في النيجر ليس لديها أي شرعية كانت المجموعة العسكرية قد رفضت تصريحات الرئيس الفرنسي واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤون النيجر الداخلية من جانبه أكد وزير الجيوش الفرنسي سباستيان ليكورنو تعليق التعاون العسكري بين فرنسا والجابون حيث يتمركز نحو أربعمائة جندي فرنسي في البلاد في الأدناء طالب الادعاء العام في النيجر السلطات التي تدير الملحرة الانتقالية بالبلاد باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لترحيل السفير الفرنسي وعائلته من البلاد وأكد للدعاء العام أن وجود السفير الفرنسي على أراضي النيجر يمثل مخاطر جسيمة على الأمن والسلامة الوطنية في الأثناء تجددت التظاهرات في عاصمة النيجر نيامي أمام قاعدة عسكرية فرنسية مطالبة برحيل القوات الفرنسية كما طالب المتظاهرون أمام القاعدة الفرنسية في نيامي باريس بسحب دبلوماسيها من البلاد تأتي التظاهرات غدا تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون التي أكد فيها دعمه للرئيس محمد بازوم ومغادرة السفير الفرنسي ومن النيجر إلى الجابون حيث تعهد رئيس المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة بريس نيجيما بإصلاحات دستورية ولكن دون تسرع في الأثناء طالبت المجموعة الاقتصادية إكواس ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المجموعة العسكرية المسلحة في الجابون بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يوجد مشد في الجابون معقدا مع عدم وضوح أي أفق جديد للحل فبعد يومين من الوقائع التي أحدثت توترا في الدولة الواقعة غرب وسط أفريقيا خرج بريس نيجيما رئيس المجموعة العسكرية المسلحة التي أطاحت بالرئيس الجابوني علي بونجو ليعد بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة أكثر دموقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان على حد تعبيره وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي قال إنجيما إن قرار حل المؤسسات الذي أصدرته مجموعته العسكرية هو أمر مؤقت وأنه سيتم وضع قانون انتخابي جديد ولكن دون تصرع مشيرا إلى أن الهدف هو إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر دموقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية ستحترم الجابون جميع التزاماتها مع شركائها الوطنيين والدوليين وستحترم جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعزز تنمية الشعب الجابوني إن حل مؤسسات الجمهورية أمر مؤقت والهدف هو إعادة تنظيمها للتأكد من أنها أدوات أكثر دموقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون وأيضا في مكافحة الفساد كما دعت جماعة المعارضة المجتمع الدولي إلى حس المجموعة العسكرية على إعادة السلطة إلى المدنيين إلى أن دعوات المعارضة لم تتلقى ردا حتى الآن إنجاما هدد أيضا باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من كبار رجال الأعمال الجابونيين الذين بدأ أنه يتهمهم بالمشاركة في الفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس أدانت بشدة سيطرة المجموعة العسكرية على السلطة في الجابون وطالبت بضمان سلامة الرئيس علي بونجو الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية أحصت المجموعة الاقتصادية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على توحيد الجهود لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الجابون كما طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المجموعة العسكرية بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية داعيا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفي ذات السياق أعلنت لجنة المرحلة الانتقالية في الجابون إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية اعتبارا من اليوم وذلك بعد ثلاثة أيام من إغلاقها وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من استمرار حظر التجوال في البلاد فإن الراغبين في السفر من البلاد أو العودة إليها سيسمح لهم حال إبراز وسيقة ثافرهم أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسندر باشكين أنه فور وصول قذائف اليورانيوم المنظب الأمريكي إلى أوكرانيا فإن الجيش الروسي سيقوم بتدميرها كما دمر القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف من قبل وعرب عضو مجلس الاتحاد الروسي عن أسفه لتسبب قذائف اليورانيوم في تلوث البيئة موضحا أن الأمر ترجع مسؤوليته بالكامل على البريطانيين يأتي ذلك بعد أن أشار التوثيق طلعت عليها رايترز أكد محتواها مسؤولان أمريكيان بشكل منفصل إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المستنفذ إلى أوكرانيا وذكرت مصادر مطالعة أنه من المتوقع تسليم هذه الذخائر لأوكرانيا خلال أسابيع وتعد جزءا من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر قال الرئيس الأوكراني فريديمير زيلينسكي أن قوات كييف تتقدم في هجومها المضاد على القوات الروسية رافضا قول مسؤولين غربيين أن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض وأشرت تقارير غربية إلى أن أوكرانيا استعادت أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسية إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن وزارة الدفاع الأمريكية البانتاجون تخطط لتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من صواريخ أمرام والتي يمكن أن تغطي مسافة من 160 إلى 180 كيلو مترا وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري أهنات إن هذه الصواريخ يمكنها الاشتباك مع الطائرات الحربية الروسية دون دخول منطقة الدفاع الجوي للجيش الروسي ملفات سروك ريتا أضافت روسيا أحدث أسلحتها ضمن عملياتها العسكرية في أوكرانيا وهو الصاروخ سارمات الملقب بالشيطان الثاني يصنف حلف نايتو صاروخ سارمات بأنه الأقوى عالميا والقادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ تطور جديد على جبهة القتال بالأزمة الأوكرانية حيث عملت روسيا على أضافة أحدث أسلحتها إلى أدواتها في المعركة وهو الصاروخ سارمات الملقب بالشيطان الثاني سارمات رس 28 هو الجيل القادم من الصواريخ الروسية العابرة للقرات بمدى يبلغ نحو 17 ألف كيلو مترا وهو رقم كاف لاستهداف أي موقع على وجه الأرض الصاروخ يمكن تزويده بما يتروح ما بين 10 إلى 15 رأسا حربيا كما يضم رؤوسا حربية وهمية لتشتيت وخداع منظومات الدفاع للعدو بدأت أعمال التطوير الأولية في سارمات عام 2011 مع إحدى الشركات الأوكرانية المتخصصة في الصناعات العسكرية إلى أن موسكو انفردت بالمشروع بعدما دب الصراع بينها وبين كياف عام 2014 سارمات يهدف إلى استبدال صواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ومن أشهرها صاروخ فويفودا ليشكل حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية المستقبلية ويصنف حلف شمال الأطلنطية النيتو صاروخ سارمات بأنه الأقوى عالميا والقادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ هو فصل جديد من الصراع الأوكرانية الروسية يحشد كل جانب وحلفائه ما يمكنه من أسلحة بغية تحقيق النصر في معركة ستطال خسائرها الجميع أعلن مسؤولون بحريون أن سفينة شحن ثالثة تغادر أوكرانيا على الرغم من التهديدات الروسية تم تحديد موقعها على مسافة قصيرة من المياه الإقليمية البلغارية وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أليكساندر كوبراكوف أن سفينة الشحن أنا تيريزا التي ترفع علم ليبريا وتحمل 56 ألف طن من الحديد الخام غادرت ميناء يجني الأوكراني هذا ولم تؤكد السلطات في ميناء فرن البلغاري ما إذا كانت ناقلة البضائع السائبة ستدخل الميناء أم ستستمر في مضيق البصفور السادسة مستمرة وتتابعون فيها لتفادي الأضرابات على الأرض وكالة الفضاء الهندية تطلق صاروخا لدراسة الرياح الشمسية في أول مهمة من نوعها للوكالة يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية فلوريدا لتفاقد الأضرار التي سببها الأعصار إيداليا لكنه من غير المرجح أن يكتمع مع رونا ديسانيتس حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري والمنافس الرئاسي المحتمل ينافس ديسانيتس حاكم الولاية المنتمي صاحب الأربعة وربعين عاما على الترشح في انتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري ساعيا للإطاحة ببايدن من البيت الأبيض لكنه يحل وراء الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي أعلن الجيش الكوري الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية وقال متحدث باسم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية هذا فعل عدائي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية وذكرت تهيئة الأركان الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أعلنت في وقت سابق أن بيونج يونج أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية وهذا الإطلاق هو الأحدث ضمن سلسلة لتجارب صاروخية وتدريبات عسكرية أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية يشارك وفد من الوزراء الفيدراليين الأستراليين في حوار رفيع المستوى في بكين الأسبوع المقبل وذلك في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بعد فتور دام لسنوات هذا وسيناقش الوزراء قضايا التجارة والاستثمار والروابط الشعبية والأمن الإقليمي والدولي في الاجتماع المقرر في السابع من سبتمبر من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية باني وانج أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الحوار منذ أوائل عام 2020 وهو يمثل خطوة جديدة نحو زيادة المشاركة الثنائية واستقرار علاقة بلادها مع الصين ألقت الشرطة القبرصية القبض على 13 شخصا بتهمة قيامهم بأعمال تخريبية خلال مسيرة مناهضة للهجرة في مدينة ليماسول الساحلية وأدان الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليتوس أن أدان ما أسماه بالعنف الذي ارتكبه مجموعة من الأشخاص مشيرا إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لا تتعلق بقضية الهجرة قال نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شامنوغار أتنام برئاسة سنغافورة في أول انتخابات تجرى في البلاد على هذا المنصب منذ أكثر من عشر سنوات يخلف شامنوغار أتنام حليمة يعقوب التي ترشحت في عام 2017 بدون معارضة لولاية من ست سنوات دعا شامنوغار أتنام في كلمة له إلى التفاؤل بمستقبل سنغافورة صادق ملك تايلاند ماها فاجير ألونغورن على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سريتا تفيسين في خطوة إضافية نحو إنهي أزمة سياسية تعود لأشهر وأفاد الدوان الملكي بأن تشكيلة الحكومية تضم أربعة وثلاثين وزيرا بمن فيهم بعض من تولوا مهام في الحكومة السابقة تستضيف العاصمة اللاكينية نيروبي قمة المناخ في إفريقيا المقرر نعقادها في الفترة من الرابع حتى السادس من شهر سبتمبر المقبل تعدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد للتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا كرة أرضية واحدة تجمعنا رسالة تبعث بها القارة الأفريقية التي باتت تؤمن أنها وإن كانت الضحية الأولى لتغير المناخ إلا أنه من الضرورية أن تكون لعبا أساسيا وحاسما في حل أزمة المناخ العالمية من هذا المنطلق تأتي قمة المناخ في نيروبي كينيا التي تنطلق في الرابع من سبتمبر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ولسيما قبل كوب 28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في الإمارات ولأنه على الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة بنسب لا تتجاوز 2 إلى 3% من الانبعاثات العالمية تظل القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ التي ألقت بظلالها على اقتصاداتها واستثماراتها وأنظمة المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة وتعد قمة نيروبي فرصة سانحة لرسم ملامح التمويل المناخي وبحث سبل تحويل القارة الأفريقية إلى مكان للتصنيع بدلا من الاستخراج ولتجاوز المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا يشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية والشخصيات المعنية بالعمل المناخي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ومن المتوقع أن تبرم من خلالها صفقات بمئات الملايين من الدولارات وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يستعد أعضاء الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري وكشفت مسودة عن الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 الذي تصدفه الإمارات أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخيا يتطلب استغناء العالم تدريجيا عن الوقود الأحفوري قبل شهرين من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 الذي تصدفه الإمارات كشفت مسودة عن الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي في المؤتمر في هذا الإطار يستعد أعضاء الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين دولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفورية المسودة أشارت أيضا إلى أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخيا يتطلب استغناء العالم تدريجيا عن الوقود الأحفورية خاصة وأن حوالي مئتي دولة ستحاول تعزيز الجهود الرامية إلى كبح تغير المناخ ولم تتفق الدول قط من قبل في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ على التوقف التدريجي عن حرق جميع أنواع الوقود الأحفورية التي ينبعث منها ساني أكسيد الكربون رغم أن هذا هو السبب الرئيسي لتغير المناخ ويأمل دبلوماسي الاتحاد الأوروبي أن يتم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوب 28 لكنهم يتوقعون مقاومة من الاقتصادات التي يعتمد دخلها على مبيعات النفط والغاز وجاء في الوثيقة التي لا تزال قائد التفاوض ويمكن أن تتغير قبل وضع لمسات نهائية عليها في أكتوبر أن قطاع الطاقة يجب أن يكون خاليا إلى حد كبير من الوقود الأحفوري قبل عام 2050 بفترة لأن مصادر الطاقة منخفضة التكاليف والخالية من ثاني أكسيد الكربون متاحة بالفعل وأحض اقتراح بالاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري بتأييد أكثر من 80 دولة في قمة مناخ العام الماضي لكن دولا أخرى غنية بالنفط والغاز عارضته وتريد بعض الدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الوقود الأحفوري التركيز على تطوير تكنولوجيا لاحتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدلا من تقليل استخدام الوقود الأحفوري ويقول الدبلوماسيون أن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى لتحركات أسرع لخفض الانبعاثات الضرة تريد الاتفاق على حدود لاستخدام تكنولوجيا احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتقصر استعمالها في قطاعات ليس لها فيها بدائل ضرب الإعصار سولى مناطق جنوب الصين بعدما تسبب في اقتلاع أشجار وتحطيم نوافذ في هونغ كونغ أطر عشرات الملايين من السكان المناطق السحلية المكتظة جنوب الصين بالاحتماء في أماكن مغلقة خشيا من الآثار المدمرة للأعصار فيما حذرت للسلطات في تايوان من اقتراب الأعصار هايكاي بسرعة نحو أراضي الجزيرة ورفعت من مستوى الإنذار تطلق وكالة الفضاء الهندية أول صاروخ لدراسة الشمس في متابعة لنجاح هبوط الهند على سطح القمر بمركبة تشاندريان ثلاثة ويهدف أديتيا أول مسبار شمسي فضائي في الهند إلى دراسة الرياح الشمسية التي يمكن أن تسبب اضطرابات على الأرض ينظر إليها عادة على أنها شفاق وتأتي المهمة الشمسية بعد تفوق الهند على روسيا أواخر الشهر الماضي لتصبح أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر وبينما كان لدى روسيا صاروخ أكثر قوة فقد تفوق صاروخ تشاندريان ثلاثة الهندي على لونى 25 لتنفيذ هبوط قياسي نقل چكاها سوركي تيج سبيجان كوبراكاش كارنين موسيقى الليلة هنسمع كوكبة وهنستمتع بمشوار النجم الكبير موسيقى شاهد مهرجان العالمين اللي حدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط في نسخته الأولى تحت عنوان العالم عالمين شاهد إقامة عدد كبير من الحفلات لعدد من الفنانين المصريين والعرب وفعاليات رياضية مختلفة شاهدت الفعاليات المتنوعة المهرجان العالمين الجديد حضوراً واسعاً للجمهور من مصر والزائرين من مختلف دول العالم بتنظيم ملفت وشخصية متفردة جاء تنظيم مهرجان العالمين الجديد في نسخة الأولى تحت اسم العالم عالمين في بقعة ساحرة على ساحل البحر المتوسط ليجمع ما بين سحر الطبيعة وروعة الفعاليات مدينة العالمين الجديدة تزينت في أبهى صورة على مدى أيام المهرجان ليبهر رواده ومتابعي بتنظيم مميز وفعاليات متنوعة ما بين الرياضة والفن والترفيه الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد إقامة عدد كبير من الحفلات التي ترضي جميع الأزواق الفنية لعدد من الفنانين المصريين والعرب كالفنان تامر حسني وحكيم وأحمد سعد ورغب علامة وإليسا ونانسي عجرام بأعلى التقنيات وأيضاً الفعاليات الرياضية التي ضمت البطولة العربية للجودو وبطولة البادل وسباقات السيارات الفعاليات المتنوعة لمهرجان العالمين الجديدة شهدت حضوراً واسعاً للجمهور من مصر والزائرين من مختلف دول العالم الذي سيحملون ذكريات لا تنسى عن ليالي المهرجان ومدينة العالمين الجديدة بشواطئها ومرافقها المبهرة من أبراج ومناطق ترفيهية والممشى المميز لم يقتصر دور مهرجان العالمين فقط على إبهار الجميع بل أنه أنعشا قطاع السياحة في السحل الشمالي ممن عكس على ارتفاع نسى بإشغال الفنادق وأيضاً جد بأنظار المستثمرين لبقعة واعدة على البحر المتوسط سيكون لها باع طويل في السياحة الترفيهية بالمستقبل القريب وللمزيد حول المهرجان ينضم إلينا مباشرة من العالمين الجديدة مراسل أتفزون مصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية صف لنا الأجواء لديك نعم يوسف تحية لك ولأدى بالفعل أنا موجود في مدينة العالمين وتحديداً أمام منطقة الأرينة هذه المنطقة التي شهدت أمس حفلاً ضخماً لعدد من الفرق الغنائية وأيضاً مطرب راب ويكز كان هناك حضوراً جماهرياً كبيراً من قبل جمهور المهرجان وزوار مدينة العالمين الجديدة الذين جاءوا قصيصاً لحضور هذه الحفلة اليوم أيضاً تقام حفلة كبيرة لفرقة شرموفرز ولكن في مسرح العالم العالمين لا يبعد كثيراً عن هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن وهناك أيضاً حضور وإقبال جماهير كبير حيث بدأ المسرح في استقبال المواطنين من الساعة السادسة مقرر أن تنطلق الحفلة أيضاً في حوالي الثامنة والنصف وتستقبل فرقة شرموفرز التي أيضاً تقدم مجموعة كبيرة ومختلفة من الأغاني الشبابية باختصار يوسف هذا المهرجان تنوعت بالفعل فعالياته وكان هناك أيضاً مختلف الأزواق سواء للفعاليات الرياضية مثل منافسات الكرة الشاطئية التي افتتح بها هذا المهرجان في الرابع عشر أو في الثالث عشر من يوليو الماضي وأيضاً كان هناك فعاليات طرفهية وفنية وأيضاً كان هناك بطولة الجود بالإضافة إلى عروض الأزياء كان هناك أيضاً عروض أزياء من البيوت الموضة العالمية شاركت في هذا المهرجان وبالتالي نتحدث عن حدث ومهرجان عالمي كبير تشده هنا مدينة العالمين الجديدة اليوم هو الحفل الختامي لفعاليات هذا المهرجان الذي استمر على مدار 52 يوماً متواصلة ما بين فعاليات مختلفة ومتنوعة للغاية نتابع معكم فعاليات هذا الحفل الختامي وهذا اليوم الختامي لفعاليات ومهرجان العالم عالمين من مصرح العالم عالمين الذي لا يبعد كثيراً عن هذه المنطقة نعم زميلي أحمد الحسيني مرسل التلفزيون المصري شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنظام ياباني عملي هو التوكاتسو الذي يهدف لتطوير جميع مهارات الطالب ويركز على الإبداع والتفكير بدلاً من الحفظ والطلقين وتسمح أنشطة التوكاتسو للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء وهي أنشطة تساعد تلميذ على التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية تعليم وتطوير وتدريب محاور رئيسة تعمل عليها مبادرة حياة كريمة بنظام ياباني عملي هو التوكاتسو والذي يهدف لتطوير جميع مهارات الطالب ويركز على الإبداع والتفكير بدلاً من الحفظ والطلقين التوكاتسو دخل في مدارس معينة من عدة سنوات وبمساعدة حياة كريمة أدخلناه في عدد كبير من المدارس الهدف منه تعريف بالتوكاتسو ومعاييره وطريقة استخدامه للاستفادة القصوى منه بالإضافة لإدخاله في كل المدارس وليس حياة كريمة فقط وحضرت عدة أماكن للتدرب وتعاملت مع المعلمين وسمعت آراءهم ورأيت منهم فهماً شديداً للتوكاتسو وعندهم تفاؤل للتعامل بهذا النظام فيما بعد أنشطة التوكاتسو ليست خاصة بمدارس معينة بل هي موجهة لمدارس متنوعة في بيئات مختلفة لهذا اخترنا مدارس مصرية يابانية بالإضافة للمدارس القائمة التابعة لحياة كريمة لاستخدام منهك توكاتسو وخلال التدريب تأثرت إحدى الطالبات اليابانيات المشاركات في التدريب وقالت إنه كان مشابهاً للمدارس في اليابان وإن المعلمين المصريين تطوروا بشكل كبير ومن المفترض أن يخرج المعلم بأدوات تؤهل التلاميذ لاحترام الآخر وتقبل الآراء في حياته العملية دي للمدارسين اللي هيشتغلوا بشكل مباشر مع أولادهم في فصولهم في مدارسهم بشكل مباشر وبالتالي طبيعة المعلومة اللي كانت في الجولة الأولى مختلفة لأنها كانت معلومة عامة المعلومة اللي كانت في الجولة الثانية كانت أكثر تخصصاً ولكن بتخاطب مجالات كتير قوي إنما دي المعلومة المحددة والواضحة اللي بيها المدرس اللي موجود معنا هنا هينزل يخش الفصل يتعامل مع أولاده بشكل مباشر المعلمين اللي موجود معنا النهاردة في التدريب معلمين المعلم من كل صف دراسي بتلات مدريات تعليمية بمدرية الدقاهلية ومدرية البحيرة ومدرية المنوفية أخذنا معلم من كل صف وأخذنا عضو إدارة مدرسية موجود معنا برضه ومستهدى في فازات تدريب تسمح أنشطة التوكاتسو للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء وهي أنشطة تساعد التلاميذ على التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية وأنشطة الصحة والسلامة إحنا شفنا تغير كبير جدا جدا في سلوك الأولاد بعدما بدأنا نتدرب الناس على التوكاتسو وإننا نطبق ده في مدرسنا لقينا تغير كبير جدا واستجابة كبيرة جدا من الأولاد لأنها أصلا مناسبة يعني الأنشاطة اليابانية مناسبة لطبعاتنا إحنا كمصريين فعشان كده لما بنجي ننادي بتطبيقها فإحنا بنلاقي فيها استجابة كبيرة جدا استجابة من معلم استجابة من وليه الأمر واستجابة من الطفل الصغير لأنه يتدرب على الحاجات هو بالفعل أصلا ممكن يكون عايش بعضها في بيته والحقيقة المعلم المصري إمكانياته جيدة جدا بس هي الفكرة مش في المعلم نفسه هي الفكرة بتاعتنا في أن إحنا عايزين نطبق أنشطة توكاتسو اللي هي بتركز على تنمية الشخصية المتكاملة للطالب إحنا دايما في مدرسنا بنركز على الجانب الأكاديم طيب الجانب الأخلاقي والقيامي وأن الولد إزاي يكون يعتمد على ذاته أنه يكون يتم كل الأشياء اللي بيعملها بشكل طوعي ومستقل هي دي الفكرة الجديدة عندنا السادة المتدربين كان عندهم حماس ونشاط بصراحة غير عادي كانوا متحمسين جدا من أول تدريب ببتدنا ندربوا التدريب النظري بعد كده المحاكاة والنهار دا احنا فتلت تدريب في المدينة التعليمية ب6 أكتوبر كان محاكاة للمناقشات التوجهية ومجلس الفصل للأنشطة الخمس أنشطة اللي بتتطبق في المدارس القائمة يعني هو الوقت توكاتسو مش نظام حياة بس في مدرسة لا بر مدرسة كمان ممكن في الشارع ممكن في البيت يعلمني زي أتعامل مع ابني ابن قائد يعني فيه خمس أنشطة في توكاتسو كل نشاط لي هدف يعني مثلا فيه نشاط بيهدف مثلا لبناء شخصية واحد عنده قيادة واحد يبدأ رأيه يعرف يعبر عن رأيه يعني كل الأنشطة هدف منها في الآخر بناء الإنسان من الخصة توكاتسو هو بناء إنسان قادر على أدارة حياته حياة كريمة مبادرة الارتقاء بحياة الإنسان في بنية تحتية قوية ومسكن آدمي وخدمات متنوعة لكنها لا تقتصر على ذلك فقط بل تعمل في الأساس على بناء الإنسان في شتى المجالات ومن أهمها التعليم والتدريب كاريم بيبرس التلفزيون المصري استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب دفعة جديدة من الطلاب المشاركين في برنامج فاليو البرنامج أطلقته مؤسسة حياة كريمة لتدريب طلاب الجامعات على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات المزيد يطلع عليه مرسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلاً وصهلاً بكم وبكل أسادة المشاهدين نحييكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب نتابع معكم استقبال الأكاديمية اليوم لدفعة جديدة من برنامج فاليو هذا البرنامج أطلقته مؤسسة حياة كريمة لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات على بعض المهارات الحياتية المختلفة وأيضاً التدريب على قيم التطوع والتعريف بمجهود مؤسسة حياة كريمة وأيضاً التعريف بالمشروعات المختلفة بداية نوضح أن الدفعة هذه هي الدفعة الحادية عشر ضمن الدفعات السابقة التي استقبلتها الأكاديمية على مدار الثلاثة أشهر الماضية هذه الدفعة يشارك فيها أربعمائة طالب وطالبة من اثنتين عشرة جامعة مختلفة ما بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة ما الذي يتم ويتم تقديمه للطلاب خلال هذه البرنامج أو خلال هذه الورش البرنامج يستمر على مدار خمسة أيام أول ثلاثة أيام يتم تدريبهم أكاديمياً على بعض مهارات التواصل على بعض مهارات استخدام الأجهزة الإلكترونية والإنترنت وأيضاً التعريف بجهود مؤسسة حياة كريمة وأيضاً قيم التطوع وتوضيح أهمية التطوع خاصة أن مبادرة حياة كريمة تقوم على عدد كبير من المتطوعين في مختلف المحافظات والقرى ثم يوم آخر سيكون خاص بالزيارات الميدانية هذا اليوم أيضاً سيكون هناك تفقد وزيارة لعدد من قرى حياة كريمة ومشروعات حياة كريمة وأيضاً يعني تعريف الطلاب بهذه المشروعات والحديث مع المواطنين للتعريف بكيف أثرت وأضافت وغيرت هذه المشروعات الحياة بالنسبة لهذه القرية أو لأهالي القرية التي سيتواجدون فيها خلال هذه الزيارة ثم سيكون يوم آخر لزيارة الأماكن العسكرية أو السياحية وأيضاً هذا البرنامج به عدد من المجموعات التي ستشارك فيه هذا البرنامج وحتى الآن استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر من 3200 طالب وطالبة من مختلف المحافظات ومن مختلف الجامعات نتحدث عن 28 جامعة مختلفة تم استقبال عدد كبير من الطلاب المنتميين لهذه الجامعات وستستمر أيضاً الأكاديمية في استقبال عدد كبير من الطلاب حتى نهاية ديسمبر المقبل وهي المرحلة الأولى من برنامج فاليو هذا البرنامج أيضاً يستهدف حث الطلاب وتعريفهم بقيمة التطوع وأيضاً المشاركة في المشروعات المختلفة ويتم خلال أيضاً الورش المختلفة بعض النقاشات وورش العمل للحديث وتبادل النقاشات حول المبادرات التي يريدون تنفيذها على أرض الواقع في قرى حياة كريمة ومن ثم في نهاية البرنامج يتم اختيار إحدى المبادرات والفوز بها بتنفيذها على أرض الواقع بمشاركة الطلاب الذين يتلقون هذا التدريب البرنامج التدريبي في فاليو هذه هي كل التفاصيل الخاصة باليوم الأول لاستقبال الأكاديمية الوطنية للتدريب للدفعة الحديثة عشر من طلاب الجامعات للتدريب ببرنامج فاليو الذي أطلقته مؤسسة حياة كريمة أما الآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى أشهد أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز العدوى في محافظة المينيا بالخدمات المتعددة التي يقدمها المجمع الخدمي والذي تم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المينيا تستهدف تطوير 192 قرية و 757 عزبة وتابعا ونجعا ويخدم المجمع الخدمي 6 قرى و 15 عزبة وتابعا ونجعا في غرب مركز العدوى ويضم منافذ لجميع المصالح الحكومية ومنها البريد والسجل المدني والشهر العقاري والتموين والوحدة المحلية مما ساهم في تخفيف التكدس بالمصالح الحكومية في المدن والخدمات المتاحة بالمجمع الخدمي هي البريد، السجل المدني، الشؤون الاجتماعية، التضامن، الوحدة المحلية، الشهر العقاري، التموين وحاليا احنا شغالين المجمع شغال زي ما انتم شايفين والمواطنين بتأدي خدمات الوحدة المحلية والتومين والشؤون الاجتماعية مبنى دي في جميع الخدمات اللي كله مواطن يعني اي الشؤون والتومين والشرع عقاري كله بقى في مجمع واحد مدل ما نروح المركز وبتاع بقى هنا في الماجلس يعني اي حاجة عايزة نعب لها هنا اي مواطن ايجي يجد مسلط ومين على طول مش هنستغر وقت ولا يتعم مواصلات ولا اركب مواصلات ولا الكلام دي يعني وفر لنا جهد وفلوس باردو مال يعني اعلنت وزارة الصحة تقديمة 156162 خدمة من خلال حملة مائة يوم صحة امس الجمعة في جميع محافظات الجمهورية واوضحت الوزارة ان حملة مائة يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 44300 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي لرفع الوعي وتوجيه المواطنين الى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة بحث رئيس وهيئة الرعاية الصحية مع سفير البرازيل لتعزيز التعاون في مجالة الرعاية الصحية وتبادل الخبرات الطبية والتكنولوجية والعلمية والنفاذ لأسواق جديدة بالسياحة العلاقية يأتي هذا تزامنا مع انضمام مصر لمجموعة براكس كما تم مناقشة انشاء نظام الدراسات والبحوث العلمية لتعزيز التقدم العلمي في الرعاية الصحية وتطوير البرامج التدريبية وتبادل الزيارات والخبرات بين الكوادر الصحية الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة اخبار المال والاعمال وشروع اعمال الدين اليك شروع شكرا لكم ادى ويوسف اهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بفتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الافريقي الشامل بمدينة اروشا بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سمي حسن وعدد من المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الافريقية وتأتي دعوة البريد المصري لافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الافريقي الشامل بمدينة اروشا بتنزانيا لتعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في افريقيا والذي يتمثل في المشاركات الفعالة في كافة اجتماعات الاتحاد البريدي الافريقي واتخاذ كافة الاقرارات التي تحافظ على حقوق العمل البريدي ومكتسباته في البلدان الافريقية وبهذه المناسبة اهدى البريد المصري صالونا فرعونيا صنع في مصر تم وضعه في قاعة مصر بمبنى اتحاد البريد الافريقي الشامل بما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البريد المصري والتحاد البريد الافريقي سجلت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها خلال شهر أغسطس الماضي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 27.26% ليغلق عند مستوى 18.873 نقطة وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 85.16 مليار بنيه ليغلق عند مستوى 21.276 تريليون جنيه بنسبة نمو 7.12% وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزام بنسبة 48.46% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بأن تخفيض تحالف أوبيت بلاس للإنتاج سيستمر حتى نهاية 2023 وارتفع مازيجو برينت بنسبة 1.16% إلى 86.86% للبرميل كما زد خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي 42.45% إلى 83.63% للبرميل أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 23.100% لتصل إلى 13.12% للتر في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11.100% لتسجل 22.77% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية استعاد الاقتصاد البريطاني مستويات ما قبل كورونا خلافاً لتقديرات سابقة أفدت بأن إجمالية ناتج الداخلي واجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى هذا المستوى يأتي هذا حزب أرقام محدثة نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء قال الرئيس الصيني تشي جينبينغ أن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود وأضاف تشي جينبينغ في كلمة عبر الفيديو خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين إن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات العالية للجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد وتتزامن هذه التصريحات مع تراجع في نشاط التجارة الصينية في الأشهر الماضية إذ يهدد ضعف الطلب آفاق تعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما دفع كبار القيادات إلى طرح المزيد من الدعم السياسي تهت جولة الاقتصادية عودة من جديد إليكم يوسف وأدى شكرا لك شروع نشرت صحيفة الأندباندن تقريرا بعنوان ستة من أفضل وجهات العطلات في مصر وأفد تقرير بأن مصر تتمتع بجاذبية خاصة لقضاء العطلات مع مزيج فريد من بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى جانب المنتجعات الشاطئية الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من سواحيلها الكبيرة وأوضحت الصحيفة أن السائحين يمكن أن يزوروا القاهرة وشرم الشيخ والأقصر والغردقة وأسوان والإسكندرية انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوان غدا انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني وتشجيع حرية التعبير أبرز المحاور رئيس مجلس اللوبي الليبي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات موسكو تؤكد أن الجيش سيدمر قضائف اليورانيوم الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا وآد زالناسكي يعلن تقدم بلاده في هجومها المضاد شاهدين الكرام وصلنا مع خضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء إلى اللقاء